ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذ هالمحمد الأنصاري في افتتاح فعاليات منتدى المرأة العلمي الأول لجامعة البحرين بعنوان دفع عجلة المساواة وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي أقامت لجنة تكافؤ الفرص بجامعة البحرين المنتدى العلمي الأول والذي يحمل عنوان رئيسا هو دفع عجلة المساواة وتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جاء ليركز على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل واليعطي دافعا للمرأة لتعطي ما في جعبتها من إنجازات في هذه المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها يشرفنا هذا التواجد للمساهمة والمشاركة في تفعيل أنشطة هذا المنتدى تحت مظلة جامعة البحرين التي تأكد اهدمامها في مساهمة وتمكين المرأة في الخوض في مجالات العلوم والتكنولوجيا وطبعا بالهندسة والرياضيات نحن كقطاع صناعة نرى أن للمرأة دور كبير خصوصا في مجال التكنولوجيا والهندسة ودائما نشوف الدول المتقدمة الدول لها اقتصاد مستدام وناجح هو لما المرأة وعامة والمجتمع عامة ينخرط في مجال الرياضيات وتكنولوجيا والهندسة والعلوم المنتدى صلت الضوء على إنجازات المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأكد ضرورة تتمكين القيادات والنماذج النسائية وتحديد النقص وسد الفجوة في هذه المجالات جامعة البحرين مهتمة تماما في هذا الموضوع ومهتمة أن ترى المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بطريقة متزايدة نستطيع فيها أن نخدم المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني المجلس الأعلى للمرأة سيعمل بالتعاون مع الجهات المختصة وعلى رأسها جامعة البحرين على أن يكون هذا المنتدى حدثا سنويا ببعده العلمي والعملي سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين